اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد ورد انه لما جاء في وفد ثقيف وعلم ان فيه مجزوم فقال اذهب فقد بيعناك هذه المسألة مسألة علمية فيها نظر في الجمع بين الروايتين هنا في الرواية الاولى قال النبي صلى الله عليه وسلم فرد من المجزوم فرارك من الاسد وطبعا قال ايضا لا يريد ممرد على مصح وعندنا حديث قال لا عدوى ولا طيرة ولما جاءه الرجل العربي وقال له الجمل الاجرب يأتي في الجمال او البعير السليمة الصحيحة فيجربها فقال يعني هذه عدوى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول هذه بعض العلماء يقولون بان المسألة متوقفة على اليقين كلما من قوي اتوكله على الله لفعله فعلى ذلك هو يعلم ان الاسباب يعني مرتبطة بمسبباتها وقد تتخلف وان المسألة بيد الله ليست بيد احد وان التأصيل العام لا عدوى ولا طيارة يبعزا لا عدوى واذا اراد الله اصابة عبد بشيء فلو اكتمعت الدنيا باسرها على دفعه لن يندفع ولو اراد عدم اصابته لو اجتمعت الدنيا على اصابته لن يصاب فالمسألة رجع على التقدير اما في قول قد بايعناك فهنا قول قد بايعناك يعلم الناس مسألة حسم المادة وسد الزريعة حتى لا يكون هناك الزريعة الى جريان الاعتقاد الجاهلية في القلوب لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون بان العدوى ممرضة بذاتها يعني اعتقدون انها عدوى ممرضة بذاتها فلذلك عندما قال له قد بايعناك اراد وايضا في قول لا يريد ممرض على مصح اراد فيها حسم المادة وسد الزريعة فقط ولكن في الامر الاصيل هو بناء القلب على انه لا عدوى وان المسألة بيد الليلة لفعلها كليتا لذلك سلمان اخذ بيد المجزوم ووضعها في الصحفة التي اكل فيها وقال كل بسم الله ثقة بله وتوكلا عليه زاد التوكل وقوية في القلب فعلمة ان الاسباب حتى الاسباب تتخلف عن مسبباتها طبعا باذن الله وان وقعت وقعت باذن الله ولذلك قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه على ان الامر كله بيد الله جل فعلا وانه لا يمكن ان يكون في الكون الا ما قدر وهو مكتوب في اللحظة المحفوظ طبعا ان يخرق الخلق قال مكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة هذا الجمع بين الروايتين فأكون هنا مسألة اذهب بايعناك لا يريد ممرض على مصح فرد من المجزوم كلها لحسب المادة وسد الزريعة على ان لا تتسرب عقائد الجاهلية على القلوب واما الوضع اليد في اليد والاكل معه في الصحفة فانها مع قوة التوكل على الله جل فعلا فعلى ذلك والسؤال هل كل انسان يفعل ذلك لا كل من قوي توكله له ان يفعل ذلك وكل من وجد في نفسه الضعف وانه قد يضعف واذا اصيبه وقدر الله له ذلك سرى اليه اعتقاد الجهلية فاننا نقول له اذا لا تفعل اذا لا تفعل لا تذهب يعفر من المجزوم كما قال ولا تريد ممرض على المصح في الوقت ان شاء بن عروع نبيه قال اقبلت الى الزبير يوما وانا غلام وعنده رجل ابرص فاردت ان امس الابرص فاشار الى الزبير فامرني ان انصرف بخافة ان امسه وعند فيها دلالة ان الزبير مع انه جالس معه وهو يمسه لان الزبير كما قلنا قوي الامر قوي التوكل في قلبه لكن ابنه قد ما يكون عنده قوة التوكلة عند الزبير قال له لا تمسه وعامل بالامرين هو ثقة وتوكل على الله جلس معه وعلى ابنه قال تطبيق فر ابن المجزوم فرارك من الاسد وفي رؤية عن سعيد المقوري عن ابن سعيد عن ابن رؤية رضي الله عن عضاء قال مر رسول الله بحققة مائل فأسرع المشي فقال له بعض القوم يا رسول الله كأنك خفت هذا الحائط قال اني اكره موت الفوات موت الفوات هو موت الفجع طب هو مشى مع انه معروف انه لن يسقط الا اذا قدر الله هو الان السير هنا بسرعة هو ايش هو اخذ بالاسباب النظر بعين الشرع والجمع بين الشرع وبين وبين القدر لانه قال وَلَا تقتلوا انفسكم ان الله كأنا منكم رحيما وَلَا تُلْقُوا بأيديكم الى التهلكة والحق من الحديث ضعيف والحق ان الحديث ضعيف لكن هو يجمع بين الامرين بين قوة اليقين في القلب وحسن التوكل على الله بالعينين عليكم السير هنا وطلوبا كاتوا عين الشرع وعين وعين القدر عين الشرع وعين القدر فهو اخذ بالسبب مع قوة ميل القلب للرب جل في علياه فقال اني اكره موت الفوات على موت الفجعه وكانه اخذ بالسبب بالاسرع والحديث في ضعف لكن كما قلنا بانه ايضا يأخذ منه هو ان المتوكل بحق هو الذي يأخذ بالسبب طب هل ممكن تأتي لحظات ان المرء يترك السبب قد يترك المرء السبب اذا قوي يقين اذا قوي يقين مدام المرء قد قوي يقينه وعالم انه لا يتحرك في الكون متحرك ولا يسكن الا بالله جل في علاه قد نقول وان ترك السبب لا يكون مفرطا لا يكون مفرطا ودليل ذلك لا يكون مفرطا ودليل ذلك ابو بكر رضي الله عنه ارضاه لما قيل لابي بكر رضي الله عنه ارضاه في مرض موته قيل له يا ابو بكر نأتي لك بالطبيب قال الطبيب قالوا نعم قال الطبيب قد رآني قال وماذا قال لك قال قال لي اني فعال لما اريد فتركوه قال الطبيب قد رآني قال ماذا قال لك قال قال لي اني فعال لما اريد فهنا العلماء الصحابة جميعا كانوا عنده ولم ينكر عليه وهذه فيها دلالة نوم اقره على حالته لذلك علماءنا يقولون بان هذا الباب التداوي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا لقوله تداو عباد الله ولا ذو بحرام الامام محمد حنيفة خالف الجمهور وقال التداوي مكروه لانه يقضح في التوكل وهذا ليس بصحيح لو كان يقضح في التوكل في التوكل لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال تداو عباد الله ولا ذو بحرام لكن ترك التداوي لمن قوي يقينه لمن قوي يقينه قد يكون جائزا كما في حالة أبي بكر قال كم نأتي لك بالطبيب قال الطبيب قد رأاني قال وماذا قال لك قال قال لي إني فعال لما أريد لما أريد فهنا اسمها قاعدة عامة قضايا الأحوال لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها قضايا الأعيان والأحوال لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها وهذه قضية حال أبو بكر هنا هو من أرقى الناس إيمانا ومن أقوى الناس صدقية لذلك قال الطبيب قد رأاني قال وماذا قال لك قال قال لي أنا إني فعال لما لما أريد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع أسرع تحت الجدار وإن كان الحديث ضعيف وأيضا اتخذ يعني عالما خريتا في الطرق ف والنبي من من أقوى الناس يقينا وأعلى من ناس بأن الكون بأسره بيد الله وأنه لا يكون في كون الله إلا ما قدر الله لا يرفع له إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فأكون وأنظر هنا بقى عندما يحتدم الأمر عندما تمكنوا من الغار ماذا قال قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ما ظنك باثنين ثالث هم الله هنا عند الاحتدام كلية وجمعية القلب يميل توكلا على الله جل في أولا طيب ننقف عند هذه أولا في أسئلة تفضلوا الآن معكم دقوة ختاة فوائد إن شاء الله طيب الفوائد قضى الأحوال لا تعمم ويقص عليها مثلها لا تعارض بين السنن ولكن التوفيق لنظر المجتهد فضل التوكل فضل التوكل لقطع الوسواسة فضل التوكل لقطع الوسواسة هل يجوز نصلي الترويح ونستعمل المصحف نعم لأن عيشة رضي الله عرضها كان لها مولى يصلي بها ويقرأ من المصحف عند استعمال الاسواك في رمضان هل نبلع ماءه الأولى لا الأولى لا وإن لم يكن وإن لم يكن واحتاجتوا من ذلك ما فيها شيء الريق ليس فيه شيء بس الأولى لا نشاغنا الكلمة الكلمة عندنا بموت كورونا عندنا لا يعرضون أعوض بالله أعوض بالله هذا حق المسلم حق المسلم على المسلم لابد أن يدفن لابد بالنسبة لفاجر الصادق في رمضان هل يعتد به في الإمساك؟ نعم يعتد فيه في الإمساك لكن لكن الأحوط أنا قلت لكم أنه في حوالي 21 دقيقة لكني في الصلاة أحطط على البعد وفي الصوم أحطط على القرب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أن أنت أستغفرك وأتوب إليك اشتركوا في القناة